صنف تقرير المرصد العمالي الأردني قطاع المطاعم الأكثر تضروراً من جائحة كورونا ألاف المطاعم الشعبية أغلقت وانسحبت من السوق فيما لجأ البعض إلى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الأسعار في الأردن حوالي 200 أو 20 ألف مطعم في الأردن قبل الجائحة بسبب الجائحة أغلق خلال الفترة الماضية حوالي 200 مطعم 350 ألف عامل في القطاع متوسط الانفاق السنوي للفرد الأردني على المقاهي والمطاعم يبلغ نحو 45 دينار سجلت محافظة الزرقاء الأعلى بين المحافظات بمعدل 74 دينار تلتها عمان ومتوسط الانفاق في عمان بلغ 55 دينار وفاصلة 3 أما في الطفيلة التي حلت أخيرا بلغ نسبة الانفاق 24.7 دينار للمزيد حول أوضاع أصحاب المطاعم ومطالبهم نصدف عمر عواد وهو نقيب أصحاب المطاعم ومحلات الحلويات صباح الخير وأهلا وسهلا بك الله يسعى الصباح كثيرا بعد الانفراجة وعودة الحياة شبه طبيعية منقدر نحكي أنه المحلات اليوم تقدر تعود خسائرها؟ أكيد في التدقى أو على الأقل أنها تقترب يعني إلى تعويد الخسائر؟ هذا ليس أقف الكريم الشوفي نعم ما هو الواقع أيضا الواقع شوفي خليحكي في شفاقية مشان على أقل أن الدنيا الصباح بلعش الناس يقول يجاعد محطوا علينا على الصباح أول شغلة لا يمكن في شهر وشهرين يغطي هلأ الأشغر فاتت من العام الماضي والسنة هاي كان وضع الشغل طبعا سيئ فوق ما تتخييري هلأ حل جزء لما كان في دي لابد لما طلعنا مع طلعت معاكم جزء كذا حلقة هذا الموضوع موضوع دي لبدي حل يعني سار على قليل ممكن صاحب مع الطعام ويقدر كان مكسور علي تالي تالي 14 شهور رواتب وكهربة وواء والآخرت وصار يقدر يمشي حاله شوي هلأ يجينا على شهر ستة سبعة وتمانية كان فيهم حركة تقريبا بشكل عام نشطة نشطة عدة أسباب الأسباب يقول لي كان أهلين اللي بشكل عام بالخليج كان قاعد تصلوا لسنتين مطلوب مرجوش أو بالعالم مش صف بالخليج يجو كل ديتهم على البنج وجاء لنسبة سياحة ارتفعت الحركة على المحلات اللي فيها قاعدة خارجية بره هلأ كانت موسم صيف عاري ودرجة حرارة عارية كانت المحلات اللي فيها قاعدات بره اشتغلت هلأ المحلات بان يمشيك العام طبعا بنعكس هذا كل ياته إجابة على الحركة في البلد إنه في مسين حركة اشتغلت هلأ يجينا على شهر تسعة وعشرة رجعنا لنقطة السفر ما في شغل نهائية نعم سيد عمر أخبرتني يوم أمس بأن هناك أيضا مشكلة في تطبيق سند وتحديدا في المحافظات أخبرنا عنها في التب المحافظات وحتى المحافظة الرئيسية دي عمان برضو فيها مشكلة نعم سيدة الكريمة يعني لما إيجوا حكوا الملازم يتطبخ هذا القانون وش كل الأردن محها تليفونات البكية هذه أول نقطة النقطة الثانية بتلاقي معظم المحلات الشعبية حطنا وحط صاج الفرافل وستندوشاته على باب المحل يعني هزبهم بدي يشتري من باب المحل بدي يتفع باب المحل ويأخذ السندوشه يتم ماشي ألا بقول له لا ممنوع بدي افتاعت موظف طبيعا المحل كله فيه اثنين ثلاثة كيف بدي اخط للك موظف وفرض ما فيه عشرة كيف بدي اخط موظف أول شغل المجتمعنا مش عمر يتقبل هذا الحكي نهائيا إنه قاعد بفوت بيكي على شغل ستة الكريمة بالمحافظات بشكل عام ألا لوما الصبية ناس في تحمي تليفونها أو محاشد الهوية ها دتاعت الله بقول له هويني بشخصية هو قد بشيك عليها طب هاي صارت خصوصية برضو للزبون بشكل عام هل يعقل إنه صاحب المطعم صفظة عادلية في اللوردن؟ مش معقولة هادا الحكي أرتي الزبون جاي يشترافه حسان بيشي مش مش جاي ناس بصاحب المحل أرتي هاي فيها كانت جحاب بطريقة مش معقولة ومش راكب صدقا نهيا يعني يعني ألا 90% بالمطاعم الشعبية اسأل الكاش على الباب والله كل جاعة بديتنا على الباب المحل نعم وصلت الصورة سيد عمر أيضا هناك ارتفاع في كلف المواد الأولية في المطاعم؟ طبعا ستة صار ارتفاع خيالي نعم يعني هلا من بداية السنة ومن يونتنا يعني صار شوية تحلحل للقطاع بشكل عام كان ارتفاع كان ارتفاع بطريقة مش طبيعية ستة الكريمة شوف دحكة شغل على الارتفاع وجوز مبارح كان فيه تعليق كثيرة ناس إيجابي وناس دور غالبية سلبي لأنه المواطن ما أحد بيجي بحكي لك والله انت طالبين مش بعتوش طالبين ارتفاع أسعار هلا احنا الاساسة الكريمة انه كانت تنكت الزيت من 14 و 15 دينار ارتفعت ل 24 دينار ضمن الحمص اللي كان 300 و 350 دينار ارتفعت ل 850 و 900 دينار الجاة المسحة اللي ما ملومه شاوه ما ارتفع من الارتيل الارتيل الربيع ل 3 ليلات و 75 صفة كل مواد التعقيم ارتفعت 3 أضعاف الكفوف التلقصات اللي بمسوها العمالي بشكل عام ارتفعت من 3 ليلات ل 12 دينار شو بدي لحك صاحب المطعم اللي يلحي صفة اللي كان ممكن يغضي جزء منه أخذت التجار هلا طبعا اجتمعنا بالفترة السابقة بمعالي وزرط الصناعة والتجارة بجارة لازم نعمل حل لانه احنا فينا قائمة سعرية ممنوع نتجاوزها وفي عليها بالقانون نعاقر عليها تجاوزنا. هلا يجتمعنا احنا وياها مرتين 3 وزرط لازم نعدل القائمة السعرية. سيد عمر نختم بمطالب واضحة من قبل نقابة ليلحكومة في التكارة طوالحة جدا احنا كل طلبنا قلبة الحمص اللي كانت تدام 200 جرام كانت تدام خمس وخمسين جرس طلبنا تكتفع شرين نعم. يعني احنا زاد علينا 24 سعر عالميا احنا طلبنا شرين. طلع الوزارة الصناعة والتجارة اذا حكيت اخر شيئات والله احنا مانمي بمفعلان المستار يجمعنا تحمل. نعم نقيب اصحاب المطاعم ومحلات الحالويات عمر عواد كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك